لديكم سؤال لحين الكائنات الموجودة في الأسرم المفروض أن الأبعاد القريبة من الأرض القريبة أي المفروض أن تكون خلاص نادرة لأنهم معرفون في مستويات فانتقالتهم بسهولة يصير عندما تشوف كذا يعني هم يعيشون بالأسرم ويريدون ينتقلون إلى أسر الأعلى ليس المفروض أنهم يكونون نادرين نادرين؟ ليش نادرين؟ عشان خلاص يكونوا كلهم ينتقلوا لا أحس أنها سهولة عندهم أسهل أنهم ينتقلوا العوالم اللي فوق لا لا مش أسهل لا لا مش أسهل نحن هذا وضحناه أيضا مش أسهل عزيزتي بأي فكرة نقول أسهل أو أصعب من أي منطق يعني نقول هذا سهل وهذا صعب يعني كيف نوضح مسألة أسهل لأنه قسم هناك أيضا مصادر أخرى قسم منهم حتى يفضل يرجع إلى الأرض قسم منهم لم يستطيع أن يواصل الصعود نحن وضحنا هذا فتجدوا وهو يعيش في المستوى الأول في الأسرل يرجع إلى الأرض فاكتبوها كملاحظة قسم يصل إلى حالة الملل لاحظي أنت ما ذهبت إلى المستوى الأول في الأسرل نركز الآن هنا ننتبه وفي المستوى الأول في البدايات كل شيء جميل وكل شيء صافي وكل شيء رائع وأنت فرحانة والآن تعودتي على المستوى الأول فقط نركز على المستوى الأول تعودتي عليه الآن يوميا نفس الأجار ونفس الحدائق ونفس الفرح فبالتالي هناك ضجر ملل وقلنا هذا يعني هناك موجود الملل فتجدين قسم منهم لا يريد أن يبقى في المستوى الأول يريد أن يكمل قسم منهم لا يستطيع أن يصعد أعلى فيفضل الأرض ويرجع إلى الأرض هذا يحدث ليه ما يستطيع أن يروح لأعلى لأنه إيش اللي يمنع الذي يمنعه هو في الأرض هو في الأرض كان في الأرض كان بخبرات قليلة وصعد ممكن إلى المستوى الأول أوكي وبدأ يعني بدأ يتعرف أكثر على نوعية الحياة في المستوى الأول وطريقة المجتمعات وكيف يعيشون فعاش عاش 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 افتهمة وفضل قال أنا أفضل أن أعيد التجربة أن أرجع إلى الأرض هذا ليس فقط في المستوى الأول قسم منهم حتى يصل إلى المستوى الثاني ويرجع يعني ليس فقط المستوى الأول ممكن هو يشتاز المستوى الأول يصل إلى المستوى الثاني لكن ممكن من المستوى الثاني لا يستطيع أن يصعد إلى المستوى الثالث يبقى يبقى وممكن يرجع إلى الأرض أما أرواح المساعدة يقومون بإرجاعه يعني يصبح اتفاق بينه وبين أرواح المساعدة باقات عليا فيرجع ممكن حتى إلى الأرض وهو يعيش في المستوى الثاني من الأسرة يحدث هذا أيضا فمش أنه هي يعني المستوى الأول إحنا وصلنا إلى المستوى الأول ونقول أها إذن كل شيء رائع وحياتنا يعني كل شيء تمام نعم فيها صفاء وفيها سلام وفيها نقاء لكن يحتاج أنك تستمر بالتطور لأنه الكون هو كون تطوري استاذ لماذا هو يطور من هذا المستوى هو يطور ليش يرجع الأرض عشان يطور المستويات أعلى لا مش هيكمه إحنا هسا راح نيجي إلى إلى يمكن فيه مهمات أكتر لازم يعملها ما بيقدر عليها صح جدا هناك أعطيكي مثال أعطيكي مثال مثلا هو درب ننتبه إلى هذا المثال يدربوه يقولون له أنت مهمتك مهمتك أنك تساعد الأرواح المعلقة أو الأرواح الضائعة التائهة في الأسرو فيذهب هذا كمتدرب يذهب إلى إلى مدن فيها أرواح معلقة أرواح تائهة وينزعج لا يستطيع أن يتفاعل معهم لا يستطيع أن ممكن أن يجذبهم إلى الأعلى كمهمة لأنه الأسرل فيه وظائف فهو ممكن لا يتلائم مع تصرفات ممكن الأرواح المعلقة هذه لا يجد فيها ممكن صبر يعني هو لا يستطيع أن يصبر لا يجد أنه عنده الحكمة اللازمة طيب فيرجع إلى مدينته الراقية الصافية ويعيش الهدوء وكل شيء صافي وكل شيء جميل يعني أنت تعيشين أو هو يعيش في بيت وكل شيء صافي وكل شيء رائع والناس حوله فرحانين لكنه يريد أن يعمل شيء ممكن الآن نرجع إلى سؤالك أنت ماذا تقول يتقول طيب هو ليه لا يتطور يجب أن نعرف الآن ما معنى التطور أنت قلت ليه لا يتطور ما معنى التطور ما هو المعنى هل التطور أنه يفهم علوم كونية أكثر هل التطور يزداد صبر أكثر هل التطور ينتقل في نفس الوقت بمكانات مختلفة يعني يجب أن نعرف ما معنى التطور يعني هو في الأسترال ونقول أنه يحتاج أن يتطور طيب بأي انتجاه يتطور يعني ماذا يعمل نقول ها هو تطوره بأي انتجاه ممكن هو يعيش في الأسترال وممكن هو لا يستطيع أن يطور مهارة الحب من أجل أنه يصعد إلى الأعلى يحتاج الإنسان أن يحب أكثر وأكثر وأكثر ممكن لا يستطيع يبقى يبقى في المستوى الأول فهذا لا نعرفه لا نعرفه إلا أن نكون هناك أن نعرف ما معنى أنه يتطور من الأسترال لكن نحن فقط يعني عملنا هيكي كمختصر قلنا لماذا لا يتطور فأنا أرجع يعني لسؤالي كيف نعرف التطور من في المستويات الأعلى لأنه التطور متنوع أعطيكي شيء آخر يحتاج أيضا أنه يتطور أنه يغير الشكل يعني ممكن يصبح طير فهو لا يبقى على على مسألة الجسم البشري فهل يرغب أنه يغير شكله يصبح ممكن طير يصبح شجرة ممكن يقول لا أنا أريد أن أبقى مثل شكلي تجد ممكن إذا هو يتطور إلى الأعلى تجد ممكن مسؤوليات جدا عظيمة يبدأ يبدأون يعلموه كيف يكون أو يخلق كواكب أو كيف يقود كوكب لأن قلنا المستويات الأعلى لديها قوة قوة كبيرة قسم يخلقون حتى مجرات مجرات فهو ممكن يجد أن صعب أنه يقول أنا لا سطع أن أخلق كوكب ماذا يقول له هناك لا يقول له أي شيء يعني هم لا يجبروا فهو يبقى فقط في المستوى الأول كل شيء صافي كل شيء سلام إلى أن يمل فيقول أريد أن أرجع إلى الأرض ولا يعني أنه يرجع إلى هذه الأرض هناك أرض أخرى وأخرى يعني ليس فقط هذه أرضنا وممكن تجد يرجع إلى أرض أخرى لا يعني عندما نقول يرجع إلى الأرض بمعنى يرجع إلى نفس العائلة الأرضية أو نفس المجتمع أو ممكن ممكن يرجع إلى مستوى يكون ما بين الأرض والأسترال يعني ممكن أقل يعني ليس الأرض وليس الأسترال ممكن هذا ممكن شخص يسأل يقول طيب كيف أتطور من الآن هذا ممكن هذا صح يعني الجواب يعني ممكن شخص هو في الأرض يقول كيف أتطور من الآن لكي أتجاوز أو لكي أصعد إلى مستويات أعلى فالجواب التطور أنك تحب أكثر تسامح نفسك أكثر تبارك أكثر تتعلم أكثر هكذا هو هذا الذي يعني علينا أن نعمله أوكي شبابنا طيبين أنا بس عني إضافة اللي ذكرته أنه ممكن أنه يعني ما يتطور أكثر ويصعد لأبعاد أعلى ويختار أنه يرجع للأرض من باب أنه هو قاعد يمارس حقه في الاختيار صح هو ممكن أراد أنه يصعد ويبطى مؤقت وبعدين يرجع للأرض و هيعتبر أنه برضو متطور بس اختار البقاء يعني في الأرض لا مش هيك يعني هو يعني هو قزك يعني هو خلي نقول هل يعني هل تقصدين أنه هو كان في الأرض ويقول أنا سوف أجرب إذا عجبني أبقى وإذا لم يعجبني أرجع للأرض يعني مش تماما بهذه الطريقة بس نفس ما ذكرت يعني أنه راح هناك شعر بالملل أحب أنه يرجع يعني هذه برضو تعتبر حقه في الاختيار أي فعلا صحيحة صحيحة جدا طيب ما عليش سؤال آخر الآن الآن ذكرت أنه ممكن يكون بعد الأسترال البعض يشعروا بالملل هل هذا يعني أنه التحديات الموجودة يعني في الأرض أو بشكل عام بتخلي الوجود أكثر متعة لا هي المتعة موجودة في كل المستويات يعني وهي المتعة نفسر وأيضا الملل نحن لم نفسره لأن لا نعرفه يعني نحن وضحنا نحن اعتقدنا بالملل كفكر كفكر كفكرنا في الأرض لكن لا نعرف ما هو الملل كيف نوعية الملل في الأسترال ما هي الفكرة هناك في الأسترال بحيث يعني نقول أنه هو يعني لو جينا بس نفسرها من زاوية أنه غالبا أو عند الأغلبية الأبعاد الأخرى في الأسترال توفر كل شيء صحيح مش كل شيء وفعلا كل شيء صح جدا فإذا قلنا من هذه الزاوية أنه توفر كل شيء البعض بيشعرهم بالملل فهل هذا يعني أنه التحديات وجود التحديات أقصد يعني بتدفع الملل عند البعض لو أنه حتى مش الكل لا ما هو كل شيء ممكن لا لا يصاب الإنسان بالملل بسبب كل شيء مش هيكي يعني لا نستطيع أنه يكون متوفر كل شيء والناس تشعر بالمتاح لا لا نستطيع أن نقول أنه بسبب أنه كل شيء متوفر فهو ممكن يصاب بالملل لا نستطيع أن نقول هذا وإنما نستطيع أن نقول أن الصعود إلى الأعلى أعلى من المستوى الأول ممكن صعب بالنسبة لبعض الناس فهو فهو يبقى 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 فلا يجد ممكن نتيجة ممكن هيك يعني ليس بسبب أن كل شيء متوفر لكن ممكن تصبح حياته بدون نتيجة أنه يعني هو يبدأ يفكر لماذا باقي لماذا باقي وماذا لو أيضا وجد أقاربه وأصدقاءه تركوه وصعدوا إلى الأعلى وهو المستوى الأول ليس مستوى نهائي فيعني مثلا دعونا نفترض هذا المثال مثلا هو شخص موجود الآن في المستوى الأول شخص موجود الآن يعني كائن بشري موجود في المستوى الأول في الأسرال ننتبه الآن لهذا المثال وشخص الآن في الأرض ترك الأرض وذهب إلى الآسرال هذا الشخص الجديد فممكن الشخص الجديد يتطور ويترك أيضا حتى الآسرال المستوى الأول في حين ذلك الشخص الذي هو باقي ينظر يعني ينظر أنه ناس من الأرض يأتون ويتركون الآسرال المستوى الأول والشخص آخر يأتي ويترك الأسرال المستوى الأول وهو باقي فهذا ممكن يسبب له الحرج أنه إلى متى هيك هو هذا يحدث أو ممكن هو في الأسرال المستوى الأول ممكن غير مقتنى ليس بسبب كل شيء متوفر يعني مش نقول بسبب كل شيء متوفر ممكن هو غير مقتنى بعد التجارب التي عاشها لأنه يعيش تجربة الأسرال وقلنا في الأسرال حياة يعني بيوت مدارس وحتى يعني موجودة قصص أنه قسم يشربون كافي وحتى هنا قصص قسم ينامون هل تلاحظون؟ حياة يعني مجتمعات كاملة لكن أخف أسهل أجمل أصفى أنقع